بعد أن رأينا الضربة والقسمة فلنرى كيف يمكننا جمع الأعداد النسبية ذات المقامات المتشابهة وطرحة يعني إذا كان لديه مثل هذه الأعداد المقام نفسه في الكسرين إذن الناتج أضع نفس المقام وأجمع البسط ألف زائد با أضعها ألف زائد با يجب أن ننتبه أن المقام لا يساوي صفر ولنأخذ على سبيل المثال هذين العددين المقام نفسه إذن نضع نفس المقام ثم نجمع البسط واحد زائد ثلاثة يساوي أربع لكن ماذا إذا كانت المقامات مختلفة فإذا اختلفت المقامات يجب أن نوجد المضاعف المشترك الأصغر للمقام وكيف نفعل ذلك هناك عدة طرق فنأخذ هذا المثال هنا اختلفت المقامات إذن يجب أن نجد المضاعف المشترك الأصغر للمقام كيف نفعل ذلك نحلل المقام فالأربعة إذا حللناها تصبح اثنان في اثنان ويبقى البسط كما هو بعدها زائد الثلاثة هي بأبسط صورة ثلاثة فقط وعنده سالب واحد بل المضاعف المشترك الأصغر هنا لا يوجد لدي أي شيء مشترك هنا اثنان اثنان هنا ثلاثة لا يوجد مشترك إذا لم يوجد مشترك نضعها جميعا اثنان في اثنان في ثلاثة سيصبح هذا هو المقام وأيضا في الكسر الثاني سيصبح المقام اثنان في اثنان في ثلاثة وكيف حصلنا على هذا المقام من هذا المقام ضربناه في ثلاثة إذن نضرب البسطة في ثلاثة أيضا وكيف حصلنا على هذا المقام من هذا المقام ضربناه في اثنين في اثنين إذن نضرب البسطة أيضا في اثنين في اثنين إذن تصبح العملية 3 والمقام سيصبح 2 في 2 ب4 في 3 ب12 زائد المقام 2 في 2 ب4 على المقام 2 في 2 ب4 في 3 ب12 الآن تساوت المقامات إذن نضع المقام ثم نجمع 3 زائد سالب 4 اختلفت الإشارات إذن نطرح 4 ناقص 3 ب1 ونضع إشارة الأكبر الأكبر هنا الأربع يصبح سالب 1 هذه طريقة إذا لم يوجد أي شيء مشترك بينهما أضربهم جميعا في بعض نأخذ مثالا آخر فلنأخذ هذين الكسرين اختلفت المقامات ماذا نفعل؟ فلنحلل كل مقام الستة سيصبح ثلاثة في اثنين وهذا المقام هو اثنين فقط بأبسط صورة إذن نضع الاثنين وهذا البسط كما هو وهذا البسط أيضا كما هو والإشارة بالسالب الآن نريد أن نوجد المضاعف المشتركة الأصغر للمقام انظر لدي في المقام المشترك اثنان إذن أضعها مرة واحدة لأنها مشتركة والثلاثة غير مشتركة إذن يجب أن أضعها أيضا أصبح هذا هو المقام المشترك ثم أرجع للكسر الأول كيف وصلت من هذا المقام إلى هذا المقام؟ هذا المقام هو نفسه لم أغير فيه شيئا إذن أضع البسط كما هو يجب أن يكون المقام نفسه وكيف وصلت من هذا المقام إلى هذا المقام؟ ضربت المقام فيه ثلاثة إذن أضرب البسط أيضا فيه ثلاثة وصار المقام واحد اثنان في ثلاثة وهنا اثنان في ثلاثة وهو الستة توحد المقام إذن أستطيع أن أجمع وأطرح البسط سالب خمسة زائد سالب ثلاثة تشابهة الإشارات خمسة زائد ثلاثة بثمانية وأضع نفس الإشارة اشتركوا في القط Julia ترجمة نانسي قنقر